عرض الرئيس السيسي في كلمة ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة وقال الرئيس السيسي أنه على صعيد علاقات مصر الخارجية فهناك أولوية لحماية وصون أمن مصر القومية وموصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف وعلى الصعيد السياسي استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها وتعهد الرئيس السيسي بتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتنفيذ إصلاح مؤسسي شامل وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإرادات ودعم شبكات الأمان الاجتماعي والاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية